موسيقى في الدقيقة الثانية هدف أول لنادي الجيش هدف باس المصطفى واستعتراض من لاعبي فريق الساحل باس المصطفى يتمكن من التسجيل قبل ذكر تشكيل الفريقين بداية سريعة للغاية من جانب فريق الجيش أسامة أمري والركنية والعرضية على رأس باس المصطفى باس المصطفى ورأسية في المرمى هدف أول لنادي الجيش الزعيم الجيشاوي يزيد من متاعف فريق الساحل مع بداية هذا اللقاء الكرة الأولى في اللقاء أسامة أمري ومراوغة بالطريقة أكثر من رائعة من أسامة خطيرة كانت الكرة خطيرة كانت تزديدة أسامة أومري الموسم في فترة الانتقالات بين الذهاب والإياب رغم ذلك من أفضل المسجلين كرة جميلة من براء لشادي على حدود منطقة جزاء يتأخر شادي يتأخر شادي بالتزديد وبعد ذلك تحول الكرة يتكون ركلة ركنية باتجاه منطقة جزاء أسامة أومري بالفعل داخل منطقة جزاء الكرة محمد ماردين يطير على الكرة خطيرة كانت الكرة خروج لم نتعد عليه أبدا هذا الموسم سيلحق بصاحبه من حيث الخروج بموسم صفري هنا كرة خطيرة داخل منطقة جزاء شادي الحموية تزديدة لكن النأسام موجود خطيرة الكرة ارتدت من الدفاع شادي سدد كان قريب شادي من تسجيل هدف التعادل المرتدة السريعة شادي يتأخر نوعا ما مطالب أكثر بسرعة لائبي فريق الجيش شادي على حدود منطقة جزاء تبقى الكرة مع شادي يتأخر بالتمرير عند براء على حدود داخل المنطقة براء ديار بكرلي يمر براء لكن تضيع الكرة تعود محمد الحسن كان قريب براء ديار بكرلي من تسجيل الحسن تبقى الكرة مع محمد تميرة للسواس هذه المرة تلعب العرضية داخل منطقة جزاء خطيرة الكرة صالح فريق الساحل بعد ذلك تضيع الكرة جميلية تميرة بالرأس كانت من البستاني عند الواكد داخل منطقة جزاء الواكد على الطاير تزديدة من محمد الواكد لكن نفس التشكيلة التي نهت شوط مباراة الأول بالمقابل هناك تبديل من جانب فريق الجيش محمد شريفة أصبح لأرضية الملعب وهنا كرة للواكد يلعب الباس المصطفى خطيرة الكرة باس المصطفى تزديدة هدف ثاني هدف ثاني لفريق الجيش جول الباتي جول يسجل من جديد في أول دقيقة في شوط المباراة الأول تسجل في الدقيقة الثانية من شوط المباراة الثاني يسجل يعني في وقت غريب والتركيز دائما مفقود عند لاعبي فريق الساحل مع بداية الأشواط يتلقى الساحل هدف الأول في بداية شوط المباراة الأول الهدف الثاني في بداية شوط المباراة الثاني تقريبا باس المصطفى بنفس السيناريو بأقدام باس المصطفى أيضا يسجل باس المصطفى ينهي كل شيء تقريبا إلا إذا حدث الأمر الذي أصبح صعب وصعب للغاية بعودة فريق الساحل بنتيجة اللقاء باس المصطفى يتمكن من التسجيل هدف ثاني لفريق الجيش حسن براء ديار بكرلي وزكري العمري كرة باتجاه الأمام باتجاه الواكد من جديد الواكد على حدود منطقة زائية يدخل الواكد لأخر المنطقة محمد الواكد وجه اللي وجه الواكد يسدد والهدف الثالث جول 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 الواكد من جديد الهدف الذي لا يموت أبدا محمد الواكد بخبرات السنين الطويلة يسجل هدف السادس هذا الموسم يسجل هدف الثالث لفريق الجيش الجيش يعمق جراح الساحل ينهي كل شيء رسميا بهدف ثالث بمرمى الساحل بهدف ثالث بمرمى محمد مارديني الواكد يسجل هدف الثالث لفريق الجيش الهدف السادس لمحمد الواكد هذا الموسم طبعا هو هدف فريق الجيش محمد الواكد إذن يسجل من جديد بمرمى محمد مارديني تصبح نتيجة ثلاثة أهداف دون رد الجيش ينتصر على الساحل ربما من المبكر الحديث عن ذلك لكن تقريبا انتهى كل شيء قلنا بعد الهدف الثاني أن هذا الهدف الثاني أنه هذا الهدف الثاني كان البديل إبراهيم خان كانت لعب كرة طويلة باتجاه الأمام على حدود من نقطة جلال ربيع سرور تزديد من ربيع لكن تمر بسلام على مرمى عبداللطيف نعسان المستوى الفني وصرخة من اللاعبين يعني اللاعبين تحدثوا بعد المباراة أكثر من اللاعب وهنا كرة لمحمد نور الخميس داخل منطقة الجزاء محمد نور يحاول المرور محمد نور تزديد محمد نور لكن تمر خطيرة تزديد محمد نور حاول غياب أن يكون الدولي رضيف في المنتخف أكيد سيؤثر كثيرا أسامة أومري بعد انطلاقه من العجان الأومري والتزديد خطيرة الكرة واللي بعد المارديني التحول لركلة ركنية دور أهداف الواكد يرسلها لأسامة أسامة أومري على حدود منطقة الجزاء أسامة يرسل الكرة داخل المنطقة بتجاه الواكد رأسية من الواكد خطيرة من الواكد جول الواكد يسجل من جديد الواكد يسجل ويسجل برأسية في شباك محمد مارديني هدف رابع لفريق الجيش رباعية جيشاوية تعادل الانتصار الأكبر بتاريخ مواجهات الفريقين أربع أهداف مقابل لا شيء للمرة الثانية يتكرر طبعا الساحل لم يسبق وانتصر على الزعيم الجيشاوي أبدا في تاريخ مواجهات الفريقين فقط تعادل وحيد وباقي مباريات كلها تسمت للجيش أكبر نتيجة كانت أربع أهداف مقابل لا شيء تتكرر للمرة الثانية على التوالي هدفين لباس المصطفى هدفين لمحمد الواكد هدفين لمحمد الواكد وصل لهدفه السابع هذا الموسم فيه في البحرين في مرحلة بين الذهاب والإياب الكرة من جديد عند الواكد الواكد من جديد مراوغة للواكد هدف خامس للجيش الواكد والهاترك الأول له هذا الموسم الواكد يعود من جديد ليكون عاشق لشباك الخصوم الواكد يسجل من جديد في شباك محمد مارديني خمسة أهداف دون رد هاترك للواكد خمسة أهداف للجيش لا شيء للساحل أول هاتريك يسجله الواكد هذا الموسم الواكد يسجل ثلاثة أهداف ربما هو الهاتريك الوحيد هذا الموسم في الدوري هذه المعلومة بحاجة للتأكد أكيد معلومة يعني غير مؤكدة لكن الواكد يسجل يسجل على صدارة هدافين كان بعيد وبعيد للغاية ثلاثة أهداف اليوم يلحق بالبوكة على بعد هدف من البوكة على مقربة من نهاية الدوري ربما الواكد أصبح لديه هدف أن ينهي الدوري بصدارة الهدافين بعد غياب لموسمين كان محمود البحر هو الهداف يعني البوكة يوم أمس سجل وصل لهدفه التاسع لكن بعد ذلك الواكد اليوم بهاتريك يصل لهدفه الثامن خمسة أهداف دون رد الأومري يترك مكانه لصاحب القميص رقم 19 أيضا من العناصر الشابة في فريق الجيش